معدن جمعة القاهرة تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريم اسم وأسرة الدكتور هشام الساكت طبعا دكتور هشام الساكت هو وكيل كلية طب الأصر عيني لشؤون خدمة البيئة وتنمية المجتمع وهو أحد سهداء الجيش الأبيض في مواجهة فيروس هورونا المستجد زوجته الحقيقة نشرت الدكتورة شيرين الجيار فيديو مهم عبرت فيه عن تقديرها طبعا لجهود الأطباء ويمكن هي قالت حتى في الفيديو أن هي بتتكلم كمان بصفتها دكتورة مش فقط كزوجة للدكتور وأوسط الدكتورة بمجموعة من الوصايا وأكدت على دورهم المهم في الفترة دي واحتفاظهم الدائم بالحفاظ على القسم اللي أقسموه في بداية مزولة المهنة خلينا نشوف محور لكم الفيديو أنا الدكتورة شيرين الجياري وزوجة أستاذ مجدوري شام الساكت أنا هنا النهاردة عشان أتلم عن هشام كطبيبة ولايس كزوجة هشام يعتبر بالنسبة لي رون ماضي لأنه قدوة لكل شباب الأطباء اللي هما محتاجين يشوفوا هو عمل إيه في حياتهم هنالية عشان إنت حياتي كلها ووقته كله مشوه كان ممكن مجرد أنه هو يبقى فيه مريد محتاجه مهما كنا مسافرين ولسه وصلين في مكان السفر يرجع تاني عشان يلحق مريد ده كان بيسافر ويعمل مجهود كبير جدا عشان يعمل قوافل طبية يلف بيها مصر من شرقها لغربها ويوصل فيها من مريد المحتاج في القرى والنجوعة عشان يقدم خير من طبية هما محتاجينها ما يقدروش ينتقلوا للمدينة عشان يلاقوها عشان يفضل يشتغل حتى آخر دقيقة في حياته هو جاله كورونا وأول ما جات جائحة الكورونا كان الشيء الطبيعي أنه يخفف من شغله أو أنه يسنيني أنا كزوجة عن شغلي عشان يبقى خايف علينا أو خايف على عيالنا لكن كان دايما يقول لي إحنا دلوقتي دا الوقت اللي نوفي ديه بعهدنا قدام ربنا وعشان المرض ففضل بالعكس يشجعني وفضلنا نشتغل أمن هو لحد مؤثرنا المرض طبعا من الله عليه بالشهادة وأنا قمت ولو كان هشام عايش كان مجرد ما هيقدر أنه يشتغل ويقف على رجله كان هيرجع شغلي وانا ان شاء الله هارجع شغلي ومش إحنا بس اللي بنا نملك دا زنايل كتير ديه أصيبوا في الكورونا وعانوا كتير في المرض ومع ذلك مجرد ما من الله علينا بالشفاء رجعوا بسرعة واشتغلوا نزلوا شغلهم بالرغم من كل التحديات من كل الصعاب اللي احنا بنواجهها من الخوف من ممكن كمان مشاكل بنقابلها احنا ممكن نشتغل عليها عشان نحسل بنحسل لكن دا مش معناه ان احنا نتخلى على المريض لان في الاخر عهدنا امام الله مش مجرد عهد البني الدين بس فهم دول دا كاترة مصر وهم دول اطباء مصر ولازم نفضل كده لمصر ولمرضى امام الله على العهد والقصد طبعا الحقيقة رسالة مؤثرة طبعا كل تعزينة والحقيقة تقدرنا للدكتورة الشرين الجيار وبالمناسبة الدكتورة الشرين هي كمان اصيبت بفيروس كورونا عشان كده حتى هي في الفيديو بتقول ان هي هترجع تاني تمارس عملها رغم صابتها وكانت هي شخصة هي والدكتور الساكت الحقيقة في 16 ابريل الماضي ودخلوا بعدها مستشفى اللعبور في اجراءات العزل وتم وضع الدكتورة على ايضا جهاز التنفس الصناعي لكن الحقيقة لم يحالفه طبعا الحظ والحقيقة بالرحمة وان شاء الله ربنا يلهم الدكتورة الشرين وكل اسرته الحقيقة الصبر والسلوان والحقيقة لما نشوف فيديو زي ده فحنستغرب الحقيقة من قوة وصبر وشجاعة السيدة دي اللي رغم وفاة زوجها ورغم اصابتها هي شخصية لكن بتقولك في الفيديو ان هي هترجع مرة تانية لممارسة عملها وانه ده وقت حفظ القسم اللي اقسمه كل التقدير طبعا والتحية